ميديا ميديا بودكاست ميديا بودكاست أهلا بكم يستيقضون صباحا يتناولون وجبة الإفطار يحتسون قهوة الصباح يطالعون الصحف أو المواقع الإلكترونية بعدا عن الأخبار الطازجة ثم هكذا من دون سابق إنذار يرددون بدواخل أنفسهم إنني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها هكذا من دون سابق إنذار يتخذون قرارات انفرادية من دون أي سند منطقي أو معقول هم عينة من رؤساء الفرق المغربية لرياضات عديدة وخصوصا الرياضة الأكثر شعبية كرة القدم هم يسيرون فرقهم وكأنهم يسيرون شركات يملكونها فيقدمون في لحظة غضب وبجرة قلم بإقالة هذا المدرب أو الاستغناء عن ذاك اللاعب من دون حسيب ومن دون رقيب يساركون المدربين وكأنهم يساركون أطباق أكلات سريعة فيتم التعاقد وسط البهرجة وتصريحات المنمقة بشعارات المشروع الرياضي والآفاق المستقبلية المشرقة والبرنامج الكروي ثم يتم الانفصال خلصة وفي صمت إما بحضور ما يعرف تجاوزاً بالسيد التراضي أو بالتوجه لردهات الجامعة بحثاً عن تسوية مالية يدر المهاجم هدفاً محققاً فيتلقى سيراً جارفاً من الانتقادات ليجلس حبيس كرسية لاحتياط أو يطرد شر طرد عند نهاية الموسم يخفق حارس مرمى في التصدي لهجومات الخصم تستقبل شباكه أهدافاً تلو الأهداف فيشار إليه بالبنان وتلقى على عاتقه مسؤولية الكبوات فيظل عردة الانتقادات اللادعة من حدب وصوب أما المدرب فهو الضحية الأولى بالامتياز يدفع دائماً فاتورة النتائج السلبية فيتم رميه شر رمية من دون أي رحمة أو شفقة وأحياناً كثيرة من دون التعويضات المالية المنصوص عليها من دون احترام لبنود العقد حتى وإن كان العقد شريعة المتعاقدين وهكذا يتواصل تساقط المدربين كتساقط الأوراق من الأشجار يتواصل تساقط المدربين من عروش فرقهم لوقت ليس بالبعيد كانوا أزهاراً لأشجار باسقة ولوهلة تحولوا إلى أوراق ذابلة ترمى في سلة المهملات يطويها النسيان مع نكراني الجميل ضغط النتائج وغضب المدرجات يدفع ببعض الرؤساء الفرق للاستغناء عن المدرب لوقف نازيف وامتصاصاً لهذا الغضب وخصوصاً لمواصلة الجلوس على كرسي الرئاسة الوثيرة وهكذا رأينا في الأوينة الأخيرة فرقاً تستغن مجدداً عن مدربيها كما وشأن بالنسبة للجيناني الذي تمت إقالته من فريق سريع والزم وهو الذي لم يدم مقامه سوى أسابيع قليلة الاستغناء أيضاً عن جاموندي المدرب الأرجنتيني لفريق اتحاد تنجا وذلك بعد قضائه ما لا يقل عن ثلاثة أشهر فقط على رأس الإدارة التقنية وما ده بالإمكان القول بخصوص المدرب الحيمر مدرب فريق شباب الرياضي أسوالم الذي تمت إقالته وهو الذي قد مع الفريق عشر سنوات تمكن خلالها من قيادته لقسم الأضواء القسم الأول المدرب يقال اللعب يفصل لكن ما هو مصير رئيس الفريق في حال تولي نتائج السلبية والاقتراب من السقوط للهوية الجواب ببساطة لا شيء فالرئيس يظل فوق سطح الباخرة وهي آئلة للغرق من دون ناه ومن دون منته من دون جهاز يراقب قرارته ويقيمها من دون آلية تمكن من مراقبة العمل الذي يقوم به ووضعه تحت المجهر وتقييمه واتخاذ العقرارات الصائبة بحقه وإلى اللقاء انضموا إلينا لبودكاست ميهدين على ميدي آن بودكاست موسيقى موسيقى